اشتركوا في القناة 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 بعد كده فيرب فيرب الافعال اللي موجودة في الدرس اشت 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 Boire Avoir soif Avoir soif Avoir faim Avoir faim Brondre Vouloir Boire Avoir soif Avoir faim Etre en forme Consomer Ajouter Corriger Etre en forme Consommer Ajouter Corriger Barjour 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 Délicieux Deliciez Delicieux Deliciez Grais Grasse Grais Grasse Frais A la fois A la fois A la fois La pyramide alimentaire La pyramide alimentaire La pyramide alimentaire Les produits laitiers Les produits laitiers Les produits sucrés Les produits sucrés Les matières grasses Les matières grasses Les matières grasses A la fois La pyramide alimentaire Les produits laitiers Les produits sucrés Les matières grasses Les matières Les matières Les limo بمعنى الأغذية In shاء الله هنجيب كل قسم في la pyramide alimentaire في الهرم الغذائي وكل قسم بيحتوي على أشهر أغذية معينة وفي المقام الأول يا شباب حفظ الكلمات فهو الفايصل في الدرس ده لأن الدرس مفهوش قواعد قد كده الدرس بيعتمد واعتماد كله على حفظ الكلمات فأول حاجة عندنا لبغودوي سيكري لبغودوي سيكري المواد السكرية أشهر الحاجات اللي ممكن تكون في المواد السكرية المواد السكر المواد السكرية 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 Le chocolat La confiture La confiture La confiture Les bonbons Les bonbons Les bonbons Le cake Le cake Le cake La glace Le chocolat La confiture Les bonbons Le cake بعد كده Le matière grasse Le matière grasse المواد الدهنية وتجتمل على Le beer Le beer Le beer Le wheel Le wheel Le wheel Le beer Le wheel كمان مرة يا شباب Le matière grasse Le beer Le wheel Le beer Le wheel الفرع اللي بعد كده في الهرم الغذائي Le brudouie Serialier Le brudouie Serialier Le brudouie Le brudouie Le lentil Le lentil Le lentil Le lentil Le riz Le brudouie Le brudouie منتجات الألبان الأنصر اللي بعد كده في الهرم الغذائي بمعنى الفواكه والخضروات أشهر الحاجات اللي ممكن تكون فيها لسلد لطومت لپوم لبش لبش لسلد لطومت لبوم لبش لبوار لبوار لورنج لورنج لكاروت لكاروت لبوار كمبر لبش لبوار المصرحة 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 المصطرات 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 المصر ، 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 المصر لو تي لو تي لو تي لو مينيرال لو مينيرال لو مينيرال لو غازيوز لو غازيوز لو غازيوز لو غازيوز لو كافي لو كافي لو كافي لو تي L'eau minérale L'eau gazeuse Le café Le cocain Le cocain Le cocain Un diablo monte Un diablo monte Un diablo monte Un giro دoo for круي Un giro دoo för гui Un giro دoo cap إِنُ بَاسَنْ غَازِيُسُّ إِنُ بَاسَنْ غَازِيُسُّ لانصر اللي بعد كده يا شباب أفعال خاصة بالمأكولات والمشروبات بعض الأفعال اللي بتدله طبعا الأكل أو الشرب أو تناول الأكل أولها طبعا عندي فيرب مانجي مانجي بمعنى يأكل هنصرف الفرب أبغيزون في زمن المضارع جي مانج جي مانج تي مانج تي مانج إل مانج إل مانج نو مانجو نو مانجو إل مانج إل مانج كما نمر يا شباب جي مانج تي مانج إل مانج نو مانجو إل مانج فعل بوار بوار بمعنى يشرب هنصرف برضو أو بريزون في زمن المضارع جي بوار جي بوار تي بوار تي بوار إل بوار إل بوار إل بوار إل بوار إنه بوار إل بوار إل بوار الفعل اللي بعد كده فعل بروندر بمعنى يأخذ او يتناول وهنا هنستعمله بمعنى يتناول هنصرف الفربي برضو وبغيزو في زمن المدارع جي برون جي برون تي برون تي برون إلي برون إلي برون إلي برون نو برينو نو برينو نو برينو الانصر اللي بعد كده يا شباب بمعنى ادوات التجزئة وادوات التجزئة بتصبق المأكلات والمشروبات للتعبير عن جزء من كل او شيء لا يمكن عده كمان مرة ادوات التجزئة بتصبق عامة المأكلات والمشروبات عشان تعبر عن جزء ليل او شيء لا يمكن عده طيب هنشوف الأول إيه هي أدوات التجزئة أول حاجة عندي دي أداة التجزئة دي وبيجي بعديها اسم مفرد مذكر دي بيجي بعديها اسم مفرد مذكر دولا دولا بيجي بعديها اسم مفرد مؤنس أداة التجزئة دولا بيجي بعديها اسم مفرد مؤنس بعد كده بيجي بعديها اسم مفرد مبدوء بمتحرك أداة التجزئة D بيجي بعديها اسم جمع بنوعية اسم جمع بنوعية اكزمبل عندي جيبرون دي با أنا بقى تناول خبز دي جاتون جاتون لاحظنا هنا أن أداة التجزئة D جي بعديها كلمة با أو بعديها كلمة جاتون وهي اسمها مفرد مزكة جيبرون دي با دي جاتون المثال اللي بعد كده المونج دولا سلط المونج هو بيأكل دولا سلط سلطة دولا فيوند ولحمة دولا فيوند لاحظنا هنا شباب أن أداة التجزئة D جي بعديها سلط ودي اسم مفرد مؤنس أو جي بعديها فيوند ودي برضو اسم مفرد مؤنس أداة التجزئة D جي بعديها اسم مأكل أو مشرب مفرد مؤنس اكزامبل بعد كده البوا دولو هي بتشرب ماء دولغونج وعصير برتقاء البوا دولو دولغونج لاحظنا هنا برضو أن أداة التجزئة D لأبوصرف بيجي بعديها اسم مفرد مبدوء بمتحرك سواء كلمة O بمعنى ماء أو كلمة أغونج بمعنى عصير برتقاء طيب الأكزامبل اللي بعد كده فومونج ديفروي فومونج ديفروي أنتم بتأكلونا ديفروي فواكه دي ليجيم وخضروات لاحظنا برضو هنا أن أداة التجزئة D بيجي بعديها اسم جامع بنوعي سواء كلمة فغوي بمعنى فواكه أو كلمة ليجيم بمعنى خضروات طيب الملحوظة اللي بعد كده يا شباب تتحول أدوات التجزئة في الجملة المنفية إلى دو أو دي أبوصرف أدوات التجزئة بتتحول إلى دو أو دي أبوصرف نشوف أمثلة المثال الأول عندي جيمونج دولافيوند جيمونج دولافيوند أنا بأكل لحمة علشان أنفي الجملة دي طبعا بأضع فيرب مونجي بين آدتين نفي الني والبا وبعد كده أدات التجزئة دو لا بتتحول إلى دو هيكون النفي عندي جيمونج با دوفيوند جيمونج با دوفيوند أنا لا أكل أي لحوم طيب إكزومبل كمان إلي بوا دي جي إلي بوا دي جي هو بيشرب عصير عايز أنفي الجملة دي بأضع طبعا فيرب بوار بين آدتين نفي الني والبا فبتصبح الجملة في النف النبوا با دو جي النبوا با دو جي هو لا يشرب أي عصير وطبعا حولنا آدات التجزئة الدي إلى دو مثال اللي بعد كده نو بيفون دلو جازياز نو بيفون إحنا بنشرب دلو جازياز المياه الغازية علشان أنفي الجملة بأضع طبعا الفرب بين آدتين نفي الني والبا وآدات التجزئة دو الل بتتحول إلى د أبوسرو علشان كلمة ا بدأ بحرف متحرك فهتكون الجملة في النفي نو نو بيفون با دو جازياز إحنا لا نشرب أي ماء طيب الملحوظة اللي بعد كده يا شباب تتحول أدوات التجزئة بعد ظروف الكمية إلى دو أدوات التجزئة بتتحول بعد ظروف الكمية إلى دو وطبعا عندي ظروف الكمية أولها بكو دو بكو دو بمعنى كثيرا من بكو دو أسيدو أسيدو بو دو بو دو ترو دو ترو دو كومبيان دو كومبيان دو أسيدو بو دو ترو دو كومبيان دو أدوات التجزئة بعض ظروف الكمية دي بتتحول إلى دو نشوف أمثلة على الكلام ده أول مثال عندي المونج بو كو دو سالد هم بيأكلوا كثيرا من السلطة نلاحظ هنا يا شباب أن كلمة سالد جمع بإذن المفروض أداة التجزئة اللي هنا هتكون دي ولكن هي تحولت إلى دو علشان خاطر قبليها ظرف كمية بو كو وطبعا بعد ظروف الكمية أدوات التجزئة بتتحول إلى دو دي القاعدة طيب المثال الثاني إليا بو كو دو فروي إليا بيوجد بو كو دو فروي كثيرا من الفواكه برضو نفس المثال كلمة فروي جمع إذن المفروض يكون قبليها أداة التجزئة جمع اللي هي دي ولكنها تحولت إلى دو علشان خاطر قبليها ظرف كمية بو كو وطبعا بعد ظروف الكمية أدوات التجزئة بتتحول إلى دو الملحوظة اللي بعد كده تتحول أدوات التجزئة إلى دو أمام الصفات الجمع بمعنى أن أدوات التجزئة لو جيب عديها صفة جمع بتتحول إلى دو مثال عندي المونج دو بو جاتون هو بياكل جاتون كويس جميل بو هنا كصفة جمع وكلمة جاتون برضو جاي في الجمع إذن المفروض تكون أدوات التجزئة هنا دي للجمع ولكنها تحولت إلى دو علشان خاطر جيب عديد دو صفة جمع اللي هي كلمة بو وطبعا القاعدة بتقول أن أدوات التجزئة لو جيب عديها صفة جمع بتتحول إلى دو ملحوظة اللي بعد كده يا شباب بعد أفعال الميول وطبعا حضراتكم عارفين أفعال الميول أفعال الميول بعد أفعال الميول بتسبق المأكلات والمشروبات بأدات المعرفة لو أو لا أو إلا أبصرف أو لي كمان مرة يا شباب بعد أفعال الميول بتسبق المأكلات والمشروبات أي حاجة بنأكلها وبنشربها بتسبق بإيه لو أو لا أو إلا أبصرف أو لي لحظنا هنا أن كلمة جلاس اللي هي الأيس كريم سبقت بعدات المعرفة لا وقبلها طبعا فربي من أفعال الميول اللي هو فربي إيه إيمي طيب مثال الثاني جودي تيست لو جازيز جودي تيست أنا بكره لو جازيز المياه الغازية طيب لاحظنا هنا برضو أن كلمة أو جازيز المياه الغازية سبقت بأدات المعرفة إيه اللي أبصرف وقابليهم طبعا فربي من أفعال الميول اللي هو فربي ديتستي بعد كده يا شباب لربا دي جوغ لربا دي جوغ الواجبات اليومية أول واجبة عندي لو بوتي دي جيني لو بوتي دي جيني واجبة الإفطار لو دي جيني لو دي جيني واجبة الغداء لو جوتي لو جوتي دي تصبيرة أو واجبة خفيفة كده ما بين الغداء والعشاء بتكون بعد العصر لو دي جيني لو دي جيني ودي طبعا واجبة العشاء كمان مرة يا شباب لو بوتي دي جيني لو بوتي دي جيني لو دي جيني لو دي جيني لو جوتي لو جوتي لو دي جيني لو دي جيني لو دي جيني وهيكتب هو بيتناول ايه بالزبط في كل واجبة فممكن ابدأ بجملة افتتاحية للموضوع واقول جبرون ترواري بار جوه انا باتناول تلات واجبات في اليوم او بوتي دي جيني او بوتي دي جيني او بوتي دي جيني في الفطار جمانج دي فروماج جمانج انا بأكل دي فروماج جبنا دي جيني مرفو Look او بيض بعد كدا ابدأ اخش في المشروبات بقول جي بوا دي تي جي بوا دي تي بأشرف شاي او دي لي او لبن جي بوا دي تي او دي لي بعد كدا او دي جيني في وقبت الغداء او دي جيني في الغداء جي منجي دي ري جي منجي دي ري بأكل أرز دي پوصان سمك ايدولا صلط وصلطة طب بالنسبة للمشروفات جي بوا دي كافي او بري لدي جيني جي بوا دي كافي بأشرف قهوة او بري لدي جيني بعد الغداء بعد كده الوقب الأخيرة او دي ني او دي ني في العشاء جي منجي با بي كو جي منجي با بي كو لا أكل كثيرا جي برون دي ياورد جي برون دي ياورد بأتناول زبادي جي بوا انجي دي فروي جي بوا وبأشرب انجي دي فروي عصير فواكه كم المرة شباب بالنسبة لديني العشاء جي ني منجي با بي كو لا أكل كثيرا جي برون دي ياورد وبأتناول شيء او قليل من الزبادي اجي بوا انجي دي فروي وبأشرب عصير فواكه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة